يلا نشوف الحالة العاطفية لبرج الاسد اخبرها ايه? اوكي تمام طيب بص يا برج الاسد اللي انا شايفه والله اعلم ما شاء الله جميل جميل جدا 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 طيب اللي انا شايفه حالتك دلوقتي انت جات لك زي ما تقول حالة استغناء فاهمين قصدي لما تكون انت مع شخص وحاسس مش حاسس بامان كامل او ما تاخدش العطاء اللي انت تستحقه او اللي انت عايزه فيبتدي عقلك يعمل حالة من الاستغناء اوكي انت مش هتديني انت مش هتديني اهتمام او مش هتديني الوقت او مش هتديني اي ان كانت الحاجة اللي انت تفعل انت عايزها من شريكك فانا هيبقى عندي حالة استغناء ولا يفرق معي بتهرب من مواجهة حاجة معينة انت بتهرب من حاجة بتهرب من مواجهة حقيقة يمكن انه ان انتو تستحقق افضل دي حاجة دايما بتبقى العلاقات لما بتبقى فيه علاقه فيها حب جامد قوي بنبتدي مش هايز اقول اللي اضحك على نفسنا بس اللي هو ايه بن نيم نفسنا لا كل حاجة تمام حالة المواجهة دي انه لا انا استحق احسن دي حالة من الهروب فانت بتحاول توري ان كل حاجة تمام عايز اسميها الوضع اللي انت فيه انت خارج انت في حالة حزيمة بمعنى اللي انت عايزه ما حصلش او ما بيحصلش كويس فانت محزوم كويس يعني الطرف التاني او الشريك كلامه هو اللي مشي او طريقته هي اللي بتستعمل لحد دلوقتي مش طريقتك مش انت فانت محزوم او هو جاي عليك وانت بتحاول تبين انه لا لا ده بمزاجي على فكرة هو بمزاجي انت بقى قادرة هو بمزاجك ولا مش بمزاجك اللي انا شايفاه مزاجك انت عايز تنسحب انت عايز تنسحب وعايز ندمان على وقت كتير قوي انت الديت وعطاء كتير قوي 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 انت نفسك تبعد نفسك تبعد بس طبعا مش بساهل كده البعد مش بساهل كده لانك شايف شريكك هو العيلة الناس اللي متزوجين انت شايفه هو العيلة والاستقرار والاطفال والحياة كلها هو انت شايفه كده لو بعدت الصورة دي حتنهار خلاص الناس اللي مارتبطوش فهم شايفين شريكهم ده هو العيلة المستقبلية يعني على اعتبار ما سيكون هو بنى حياته الصورة بتاعة العيلة معاه صعب انه هو يعمل عملية يحط حتاني بداله شايفوا الشريك شايفوا الشريك شايفوا يعني الشخص اللي هو بيصق فيه الشخص اللي هو عارفه الحبيب هو انت شايفوا الحبيب طب تعالوا نشوف بقى شريكك الناحية التانية اخباره ايه شريكك بيحبك على فكرة يا اسد ومطبط بيك جدا هو في حالة من عارف كده كده لازق فيك ما اقدرش يبعد عنك بيحبك جدا بيصق فيك جدا نورك يا هانا بس هو حالته دلوقتي هو مش عارف يدي مش عارف يدي هقولكوا ليه ممكن يكون حاجة من اتنين على حسب طبعا الحاجة اللي هو عايز يديها لو احنا بنتكلم عن مشاعر وعن اهتمام فهو مش عارف يدي لان الشخص ده تقرس من حاجة قبل كده مقروس جامد هو كمان جايلك بمشاكله فهو مش قادر يقوم بحركة اندفاعية فيها مشاعر صريحة كده لان اللي جايلك ده مقروس فلنفرض ان الحاجة اللي انت محتاجها منه ده حاجة مادية اوكي لو هي حاجة مادية فهو اللي معاه على قده هو اللي معاه على قده نفسه يتفتح له باب رزق جديد نفسه باب رزق جديد فلنفرض انه هو موضوع مش موضوع فلوس نفسه في طاقة جديدة هو ما عندوش فاحنا وصلنا كده لالكونكلوجين بتاع الموضوع شريكك مش بيديلك بخل او قلت اهتمام او قلت حب او قلت عطاء لا هو فعلا ما عندوش لو هي فلوس فهي مش معاه لو هي مشاعر فهو الحتة دي عندو مقزية مش قادر يدي فيها دلوقتي فهمتو قصدي شايفك ازاي شايفك ابتديت اعتمد على نفسك فعلا حيفي حالة اعتمد على النفس ابتديت تستغنى او بتحاول توريله وتدي له علامات واشارات انك خلي بالك انا ابتديت استغنى وشايفك بتخبي عليه ما بقتش كتاب مفتوح زي الاول الدنيا تغيرت ما بقتش زي الاول بقيت بتخبي حاجات ما بقتش تقول كل حاجة طبعا انا بتكلم عن المشاعر دلوقتي وعن الافكار ما بقتش تشاركوا افكارك ما بقتش تشاركوا احلامك او او حسيسك في حالة من الحاجات المستترة ده هاي بريستس الحاجة المستترة وهو شايف ده هو عارف ده الطاقة ما بينكم يا جماعة الطاقة حلوة قوي الطاقة واضح ان هي فيها بدايات جديدة بمعنى ان كل لما تيجوا بالعلاقة دي تقولوا مفشك لها تبتدي بداية جديدة تطلع شمس تانية بصوا عارفين لايه دايرة ملهاش نهاية الرقمة بينكم صحية جدا ودايما فيها رجوع بصوا على طول تروحوا فيما تروحوا رجوع اول ما يحس ان انت بتبقى عنه او ان هو هيخسرك يبتدي يمسك فيك تاني ويقول لك لا خليك انا هعمل 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 تبتدي انت تبتدي تبتدي صفحة تبتح صفحة تانية وتبتدي تدي او تبتدي تستنى لحد ما تشوف هيحصل ايه ان شاء الله في مره من مرات هاليحصل في مره من مرات المهم ان الطاقة ما بينكم جميلة جدا الشخص ده مش بيستغل لك يا اسد او هو مش بيحبك او بيخبي عليك حاجة الشخص ده ظروفه هي دلوقتي مش سامحة باكتر من ده فانا نصيحتي ليك هقولها لك هنستحب حكار تلوقتي للحالة اللي احنا فيها دي تمام يا مره هنصحكوا تعملوا ايه بس اللي انا شايفها انه اختياراتكم مش كتيرة لانه وعينوا لشوشتكوا زي ما هو واضح بتحبوا جدا جدا او فيه اسرة خلاص هي عيلة وما ينفعش تتشتت هقولكوا تتعاملوا مع الموضوع ازاي بس هي حالة الاستغلال الاستغناء دي فكرة كويسة جدا واللي بتعملو ده صح يعني كويس ايه حسسوا بالاستغناء ده هيعملوا هو الارم وهيخليكوا انتوا فعلا يعني ما تبقوش مستنيين حاجة بشكل مستديم بالطريقة دي موضوع ده مرهق اللي بيحصل دلوقتي واضح انه فيه حاجات كويسة جاية اتجاهكم ممكن تكون طاقة كويسة ممكن تكون يعني امال جديدة بتتفتح قدامكم ببان جديدة بتتفتح فرص جديدة خير فيه خير كويس بيحصل واضح ان انتوا الاتنين ناس طيبين ناس كويسين ما بتقزوش بل بالعكس بتحاولوا تساعدوا بتحاولوا تنفعوا اللي حواليكو فيمكن دلوقتي يجي الوقت ان يتردلكوا شوية من الخير ده فيه خير جايلكم ان شاء الله وجاي للعلاقة دي بس ده ما يمنعش برضو ان فيه حالة تفكير بتماعهم في العلاقة الكارتين دول بيقولوا تفكير وتماعهم انت داخل يا اسد الفترة اللي جاية دي على مرحلة تقييم العلاقة العلاقة دي رايحة فين العلاقة دي مغزاها ايه حالة انسحاب شوية حابب تكون مع نفسك بتفكر لوحدك انت واضح ان انت ما بقتش تشارك شريكك خالص في القرارات او في التفكير انت فعلا بقت في عزلة شوية عنه لكن شايفة انه انت هتخد المغامرة هتكمل المغامرة للاخر يعني بغض النظر عن حالة التفكير والمعسكر التفكير اللي انت عامله ده انما في الاخر هتكمل المسيرة وشايفة انه هتجيلك طاقة حلوة جدا 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 واحتمال يكون فيه سفر زي ما قولنا الكارت دفول ده بيبقى معناه سفر يمكن يحصل سفر قريب لعله يكون ده الخير اللي جاي لكم الفترة دي وشايفة انه حاجات قليلة جدا بتسعدكم العلاقة دي حاجات قليلة وبسيطة جدا بتسعدها فانا شايفة ان العلاقة مستمرة لو حصل انفصال للأسد فانا شايفة انه هو فيه رجوع شايفة علاقة مترابطة جدا 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 اشتركوا في القناة